شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الحكيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم صدق الله العلي العظيم كان حديثنا يدور حول مباحث الآخرة أحدى المسائل التي تتعلق بمباحث الآخرة هي أن المعادة في يوم القيامة هل هو معاد روحاني أو معاد جسماني في هذه الحلقة نبحث بإذن الله تعالى هذه القضية على ضوء النصوص الدينية وفي حلقة قادمة نبحث إن شاء الله حول هذه المسألة على ضوء البراهين العقلية لتنقيح موضوع هذه المسألة ينبغي أن نبحث في مقامين المقام الأول هل المحشور في يوم النشور هو الروح وحدها أو هذا البدن كما يقول مجموعة من الفلاسفة هؤلاء يعتقدون بأن الذي يحشر في يوم القيامة الروح وحدها أما هذا البدن الذي صحبنا في هذه الدنيا فسوف تتخلى عنه الروح في عالم الآخرة ويتحول هذا البدن إلى رميم وإلى تراب هذه العلاقة بين الروح والبدن علاقة موقعة مثل أنتو ترحون إلى مدينة تسكنون في فندق ما عدكم علاقة دائمة بهذا المكان تسكنون أياما ثم تفارقون ذلك المكان لعله إلى غير رجعه هكذا يعتقد جملة من الفلاسفة ولكن الذي يتتبع النصوص الشرعية الآيات القرآنية الكريمة والروايات الشريفة يجد أن هذه النصوص صريحة وواضحة وقاطعة في أن هذا البدن الذي يطلق عليه بالبدن العنصري هذا البدن سوف يحشر في يوم القيامة وسوف يأتي إن شاء الله في مباحث قادمة أن حشر الأبدان ممكن بالإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي فلا يوجد هنالك وجه للتوقف وللرافض ما توحي به هذه الآيات المباركات نحن بعنوان الإشارة العابرة نشير إلى مجموعة من الآيات المباركات التي تدل على أن هذا البدن هذا البدن يعني اليد والرجل والجوارح والأعضاء هذه تحشر في يوم القيامة لاحظوا هذه الآيات ولاحظوا صراحة هذه الآيات في هذا المعنى أو على الأقل ظهورها في هذا المعنى الله سبحانه وتعالى يقول وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون الأيدي تشهد والأرجل تشهد في آية أخرى الله تعالى يقول كلما نضجت جلودهم الروح ما إلهي جلد لم يعرف أن للروح جلدا الجلد يعني هذا الجلد الذي يحيط بهذا البدن كلما نضجت جلودهم أهل جهنم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب في آية أخرى الله تعالى يقول حول أهل جهنم أعاذنا الله جميعا منها وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم الروح ما إله أمعاء لم ينقل أحد لم يذهب أحد إلى أن الروح لها أمعاء الأمعاء ظاهرة في هذه الأمعاء المادية في آية أخرى الله تعالى يقول وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهْ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِينَ جاء أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ كَمَا يَقُولُ الْعُلَمَاءَ إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وبيده عظم كأنه كان رايح على المقبرة شايف عظم قديم بالي فأخذ هذا العظم وجاء به إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأخذ هذا العظم وضغطه بين أنامله فتفتت هذا العظم تفتت وتساقط وتحول إلى أجزاء صغيرة قال من يحيي العظام وهي رميم الله تعالى يقول قل يحييها الذي أنشأها أول مرح وهو بكل خلق علي هذه الآية واضحة في أن المعاد يتعلق بهذا البدن أيضا الله تعالى في آية أخرى يقول وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَا وَلَاكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الْطَيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكِ ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ دْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ في آية أخرى الله تعالى يقول اَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشَهَا قَالَ أَنَّا يُحْيِّ هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مُوتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعْثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتْ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أو بعض يوم قَالَ بَلَّبِثْتَ مَأَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هذه الآيات صريحة في أن المعاد لا يكون للروح فقط وإنما يكون للبدن أيضا ولذلك الفخر الرازي وهو واحد من كبار علماء العامة يقول إنه لا يمكن الجمع بين الإيمان بما جاء به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وبين إنكار المعاد البدني إذا واحد يؤمن إذا واحد مؤمن لابد أن يؤمن بالمعاد وعودة هذه الأبدان أما إذا واحد أنكر المعاد الجسماني فهو في واقعه لم يؤمن بالقرآن الكريم ولم يؤمن بالروايات الشريفة هذا هو البحث في المقام الأول وهو أن المحشور في يوم النشور البدن أيضا المقام الثاني الذي يتعلق بروحانية المعاد وجسمانيته أن هذه المثوبات التي أعدت للمطيعين وهذه العقوبات التي أعدت للعاصين هل تتعلق بالبدن فقط؟ هل هي لذات جسدية وآلام جسدية؟ أو أنها آلام جسدية وروحية ولذائذ جسدية وروحية أنا أذكر مقدمة قصيرة وهذه المقدمة هي أنه نحن عندنا قوة وهذه القوة لها ملائمات ولها منافرات القوة الغضبية لها ملائمات ومنافرات القوة الشهوية لها ملائمات ومنافرات القوة الوهمية لها ملائمات ومنافرات هذه الملائمات والمنافرات بنحو عام يمكن أن نصنفها إلى مجموعتين المجموعة الأولى هي الملائمات والمنافرات التي تعرض على البدن أولاً وبالذات هذه الملائمات والمنافرات تعرض الروح أيضاً ولكن ثانياً وبالتبع مثلاً القوة اللامسة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في البدن يلائمها لمس الحرير أنتو عندما تخلون إيدكم على الحرير أو تلبسون ثوباً من حرير طبعاً الحرير كما تعلمون محرم على الرجال الحرير المحض الحرير للرجال في الجنة إن شاء الله عندما تضعون يدكم على ثوب من حرير ملمس الحرير يلائم القوة اللامسة عندما تفتحون قنينة عطر وتشمون هذه الرائحة الطيبة هذه الرائحة الطيبة تلامس تلائم القوة الشام عندما تذهبون إلى مكان فيها أشجار وأنهار وأطيار نظركم عينكم القوة الباصرة ترتاح لهذا المنظر وبخلاف ذلك عندما تضعون يدكم على شيء خش أو على النار بقرب النار هذه الحرارة تنافر هذه القوة اللامس عندما تضعون ماد كريهة الطعم القوة الذائقة تنافرها هذه المطعومات ينافرها هذا الطعم هذه المنافرة إنما تكون أولا وبالذات للبد وثانيا وبالتبع تكون للروح الروح التي تلتذ ولكن الروح كما يبدو لنا لا تلتذ بشكل مباشر بملمس الحرير وإنما لأن هذا الملمس يلائم القوة اللامس الروح ترتاح إلى ذلك هذه هي المجموعة الأولى المجموعة الثانية الملائمات والمنافرات التي تكون وتعرض أولا وبالذات على الروح يعني هذه لذائذ روحية أو هذه آلام روحية مثل شنو؟ مثل لذة العلم العلماء يفهمون ويدركون لذة العلم هذه اللذة لذة روحي نصير الدين الطوسي كما في كتاب آداب المتعلمين على ما أتذكر كان يسهر الليالي في حل المعضلات العلمية وكان يضع بجنبه ماء حتى إذا أخذه النعاس كان يأخذ هذا الماء ويصبه على وجهه حتى النوم النعاس يبتعد عنه فإذا حل معادلة علمية كان يقول أين الملوك وأبناء الملوك من هذه اللذة لذة حل معادلة علمية لو عرفوها لقاتلونا عليها ولكن ما يفهمون مثل طفل أكو هنالك إحنا الكبار عندنا لذات الطفل ما يفهم هذه اللذة لذة العلم لذة العباد لذة الفضيل لذة الملك من الذي يفهم لذة الملك ولذة الفتح ولذة الظفر الملوك يقولون أحد الملوك سأل كان هواي عنده علاقة يمكن نادر شاه سأل واحد من العلماء أكو بالجنة فتوحات قال لا لأن الجنة هي داره السلام بعد فتح ماكو قال هاي الجنة اللي ما بها فتوحات ما تفيدني أنا ما أريد هاي الجنة طبعا كلامه خطأ لأنه واحد في الجنة مداركه ترتقي بعد لا يريد الفتوحات حتى يكون هذا حرمان هذا هو النوع الثاني في هذه الدنيا لاحظوا هذه النقطة عادة اللي يروح في الخط الأول مجموعة الملائمات والمنافرات التي تعرض البدن أولا وبالذات اللي يروح في هذا الخط يحرم من الخط الثاني واللي يروح في الخط الثاني عادة يتعالى على الخط الأول أو يحرم من الخط الأول يعني هذا اللي مشغول بقواه الشهوية كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه في وصف الثالث بين نثيله ومعتله فيه كثير من الناس ينطبق عليهم هذا الواس بين النثيل والمعتله هذا بعد ما يفتهم لذة العلم هذا فكرة بالأكل الذي يروح في خط المال هذا فكرة والذكرة هو المال وحتى إذا في عالم الرؤية يشوف طيف يشوف طيف معاملة تجارية صفقة تجارية يربحوا فيها أو يخسروا فيها هذا بعد عادة ما يروح في خط كثير يعني ما أقول الكل بعد ما يروح في خط العلم في خط العبادة الجانب الآخر اللي يروح في خط المجموعة الثانية خط اللذات الروحية بعد هذا يحتقر اللذات المادية العالم يحتقر المال المال لا يقيم عنده في كثير من الأحيان اللي يصلي صلاة الليل في تلك القضية المفصلة أربعين ليلة بعد لا يفكر في بنت الملك في تلك القضية قال أنا كنت أفكر فيكي عندما ما كان لي عندما كان قلبي فارغا الآن قلبي اشتغل بحب آخر بالحب الحقيقي بعد مع هذا الحب الحقيقي ما كو هنالك مجال للحب المجازي والوهمي هذه في الدنيا عادة واحد لو يروح في خط المجموعة الأولى من الملائمات والمنافرات وإما يروح في خط المجموعة الثانية من الملائمات والمنافرات الآن نعود إلى بحثنا في المقام الثاني المثوبات والعقوبات التي وعد بها المطيعون وأوعد بها العاصون هل هي لذائذ روحية أو لذائذ جسدية أيضا الانطباع العام عند الناس غالبا أن الذي يوجد في الآخرة اللذائذ البدني والآلام البدني ولكن كما توجد هذه المجموعة من اللذائذ والآلام توجد مجموعة أخرى أيضا فيما بين هذين النوع اللذائذ الجسدية واللذائذ الروحية طبعا في البحار أكو هناك العلامة المجلس رحمة الله عليه يشير إلى نكتة يعني النقطة الدقيقة إلى نكتة دقيقة وهذه النقطة هي أنه حتى في اللذائذ الجسدية كيف تنظر إلى هذه اللذ الجسدية النظرة تختلف يمثل بمثال إحنا نذكر نظير لذلك المثال إذا أكو مرجع من مراجع التقليد الكبار الذين تعتقدون به وتجلونه أو واحد من أولياء الله الكبار واحد من المعصومين صلوات الله عليه حظيت بلقاء الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه فقدم لكم ماء هذا طبعا أنا أغير مثال العلامة المجلس يا رحمة الله عليه إلى هذا المثال لكن روح كلام محفوظ وأكو هناك طفل صغير عمره عاميا الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه قدم إليه الماء وسقاه الماء الطفل ينظر إلى الماء ولا ينظر إلى اليد التي قدمت له هذا الماء ما عنده فرج لما يفهم مدارك قاصر يقدم يقدم له هذا الماء رجل عادي في الشارع أو يقدمه له ولي من أولياء الله ينظر إلى الماء كماء لأنه لا يفهم ولكن أنتم الذين ركضتم عمرا حتى تروا الإمام الحج وتحظوا بنظرة منه إنت عندما الإمام صلوات الله عليه يقدم لكم الماء لا تنظرون إلى الماء تنظرون إلى الماء ولكن قبل ذلك تنظرون إلى اليد التي قدمت لكم هذا الماء وإلا الماء موجود في بيتكم الماء مبذول في بيتكم العلامة المجلسي رحمة الله عليه يقول نعيم الجنة حتى النعيم المادي الذين في هذه الدنيا عبدوا الله سبحانه وتعالى عبادة جوفاء قشر قشر العبادة ونظرهم إلى اللذائذ المادية التي في الجنة بما هي لذائذ يرحون للجنة يتمتعون بتلك اللذائذ بتلك الأنهار بتلك الأطيار بتلك الورود ولكن بما أنها نعم مادية ولكن الأولياء الذين كان فكرهم في هذه الدنيا في الله سبحانه وتعالى ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه يشرب ماء الجنة ولكن بما أنه مقدم من قبل الله سبحانه وتعالى بما أنه نوع من التكريم الإلهي بما أن هذه الدار دار كرامة الله سبحانه وتعالى فهذه اللذائث المادية موجودة وهناك أيضا لذائث معنوية القرآن الكريم يشير إلى هذه اللذائث نقرأ بعض الآيات المباركات التي تدل على هذه اللذائث المعنوية الله سبحانه وتعالى يقول وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن هذه نعم مادية مع ملاحظة النقط الدقيقة التي ذكرها العلامة المجلس رحمة الله عليه الآية تضيف ورضوان من الله أكبر المؤمن المؤمن يشعر بأن الله تعالى راضي عنه هذا أكبر من كل النعيم المادي للجنة وذلك هو الفوز العظيم في قضية طه نجف المشهورة كان يبحث أن الإمام الحج راضي عنه أولى هذه قضية مهم في آية أخرى الله تعالى يقول رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهِ إِلْخِزِ مَا هُوَ أَلَمُ الْرُوْحِ واحد والعياذ بالله تُنشر صورة في الملأ العام في قضية ما أريد أشير إلى خصوصيات أن جماعة كانوا قاعدين في مكان فجاء شخص مظهرا أنه فقير فأخذوا يتكلمون بكلمات غير ملائمة ويقومون بحركات غير ملائمة وإذا في اليوم القادم مثلا يرون أن صورهم عرضت على التلفزيون كانت الكاميرا الخفية هذه وهذا الفقير كان تصنع ما أذكر تفاصيل القضية واحد والعياذ بالله وإذا يشوف صورة نشرت في الجريدة كمجرم من المجرمين أو في القنوات الفضائية وهو يرتكب عملا منافيا للأداب هذا الألم الروحي الذي يشعر به أي هذا ألم روحي مؤلم بدني في آية أخرى الله تعالى يقول لاحظوا الألم الروحي في جهنم إذ تبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا صدام يأتي في جهنم أتباع منه كم واحد جرهم إلى جهنم كم ألف واحد يتبرأ منه واحد يورط الإنسان بعدين يتبرأ منه واحد جر الإنسان إلى السجن بالسجن يجتمعون يتبرأ منه هذا أي ألم من الآلام الروحية إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب من اللي كان يجمعهم في هذه الدنيا اللي جمع صدام وجمعته منه كان المال جمعهم وإلا ليش اتبعوا صدام للمال بالآخر بعد مال قيمة ما إليه من اللي جمعهم مع صدام الحكم كانوا يطمعون في الحكم بعد حكم ماكو هناك راح انتهى وقال الذين اتبعوا لو تحسر وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النا يا ليت كنا نرجع على الدنيا حتى نتبرأ من هذا المجر ولكن لو لو زرعوها فلم تنبوت في دعاء كميل حقيقة دعاء كميل من مفاخرنا نحن أتباع أهل البيت ابحثوا العالم كل لن تجدوا كدعائكم خارج إطار مذهب أهل البيت الإمام صلوات الله عليه لاحظوا هذه العبارات يقول فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك واحد في نار جهنم يحشر مع صدام والعياذ بالله هذا أكبر عقوبة يقولون فد عالم خلوه في سجن جدا مؤذي حكيم عالم حكيم ما عفد واحد جاهل أمي لا يفقه شيئا بعد فترة إجوا وقال لولا مما تعاني قال أنا أي شي ما أعاني منه كل ما في السجن أنا أتحمله ولكن العيش مع هذا الجاهل الأمي أنا ما أتحمله قاتل ما أدري أنتو عايشين في يوم الأيام ويا واحد جاهل الأمي لا يفقه شيئا هذا أكبر عقوبة واحد يكون في النار والعياذ بالله مع فرعون مع ابن ملجا مع المجرمين هؤلاء الذين يسجنونهم في السجون أحيانا بعض الناس المحترمين تعذيبا لهم يسجنوهم الطغاة المجرمون يسجنون هؤلاء الأفراد المحترمين مع السفاكين والقتل والمدمن المواد المخدرة ورجال الشوارع هذا أكبر تعذيب له يقول عذبوني تعذيب بدني ولا تخلوني ويا هؤلاء فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك المجرمين العتات الفسق الفجر المنحطين وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك بعد هناك في جهنم بعد واحد ما يشوف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ما يشوف أمير المؤمنين ما يشوف الإمام الحسين صلوات الله عليه ما يشوف أولياء الله سبحانه وتعالى إحنا أملنا هذا يوم القيامة أن نكون مع النبي مع الأئمة مع الأولياء مع الشهداء مع الصلحاء حتى الشاعر يقول أنه أنا أريد أن أموت حتى أرى علي ابن أبي طالب في حالة الاحتضار يقول أيها المرجى لقاه في الممات كل موت فيه لقيا كحياة هذا مو موت هذا حياة ليتقد عجل لي ما هو آت كي أرى منه حياتي في الردى فائزا منه بأوف الأنعمي قصيدة المعروفة وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك إذا واحد أبو غضب علي وألقاه في السجن يقول أنا أتحمل السجن ولكن ما أتحمل أنه أبي غاضب عليه وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك ألم الفراق يعرفه من ابتلي به آدم أبونا آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام لماذا بكى على ما أتذكر حتى خد الدمع في خده أخدودا لأنه يعرف معنى الجنة ويعرف معنى فراق الجنة يعقوب لماذا بكى حتى ذهب بصره وبيضت عيناه لأنه يعرف معنى فراق يوسف يوسف لماذا بكى حتى على ما أتذكر تأذى من بكائه أهل السجن لأنه يعرف معنى فراق يعقوب فهبني صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وَهَبْنِي شُفُّ شُفُوا النَّاس لِمُلْك شِبْرَيْن مَاذَا يَصْنَعُونَ اللَّه تعالى اللِّ كُلْ مَتَاعِ الدُّنْيَا يَقُولُ عَنْهُ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلُ الله تعالى يقول وَإِذَا رَأَيْتَ سَمَّى رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا في بعض التفاسير في ذيل هذه الآية المباركة يقول إن أقل أهل الجنة مقاما أقل واحد هذا لو أراد أن يضيف الثقلين الجن والإنس في ضيافة واحدة لا استطاع ذلك الملك الكبير ولعل هناك من اللذات الروحية المعنوية ما لا تخطر على بالنا في كتاب حق اليقين السيد عبد الله الشبر رحمة الله تعالى عليه هناك مجموعة من الروايات بعدين راجعوها أذكر منها رواية واحدة وفي رواية أخرى قال رجل يا رسول الله إني رجل حبب إلي الصوت لعل مراد الغناء غناء حرام في الدنيا واحد لا يسمع الغناء في الدنيا جزاؤه أن يسمع الغناء في الآخر هذه مثوبة فهل لي في الجنة صوت حسن فقال النبي صلى الله عليه وآله إي والذي نفسي بيده إن الله تعالى يوحي إلى شجرة في الجنة أن أسمعي عبادي الذين اشتغلوا بعبادتي وذكري من عزف البرابط والمزامير إلي ما سمعوا الغناء في الدنيا إلي تتلل تنشل تلاوة من أبياتهم سحرا ومن بيوتكم الأوتار والنغم كما يقول الشاعر في المقارنة بين أهل البيت وبن العباس فترفع صوتا لم تسمع الخلائق بمثله قط من تسبيح الرب هذه لذة جسدية في مظهرها ولذة روحية في محتواها حقيقة حيف واحد هذا النعيم الكبير وهذا الملك الكبير وهذا الرضوان من الله سبحانه وتعالى الذي هو أكبر يفوته ويضيعه لهذه اللذات الدنيوية الهابط الزائلة في الآية الكريمة أذهبتم طيباتكم في حياتكم والدنيا كل الطيبات لا يمكن للإنسان أن يستوفيها في هذه الدنيا الغناء تستلذه السم ولكنه محرر إذا واحد استوفى كل اللذائذ في هذه الدنيا بعد هناك لا يبقى له شيء قل هي الطيبات للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من ذلك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر